اسم الدرس الأسد والأرناب زعموا أن حيوانات كانت تعيش في أرض كثيرة المياه والعشب لكن ذلك لم يكن ينفعها لخوفها من الأسد المتجبر فاجتمعت وأتت إلى الأسد فقالت له إنك لتصيب من الدابة بعد الجهد والتعب ولقد رأينا لك أمرا فيه صلاح لك وأمن لنا فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك مع رسول في وقت غدائك فرضي الأسد بذلك وصالح الوحوش التي وفت بما وعدت ثم أدن أرنبا أصابتها القرعة وصارت غداء الأسد فقالت للوحوش إن أنتن وافقتنني فيما أفكر فيه أرحتكن من الأسد فقالت الوحوش وما الذي تكلفيننا به من الأمور قالت تأمرنا من ينطلق بي إلى الأسد أن يمهلني ريث ما أبطئ عليه فقالت الوحوش لك ذلك فانطلقت الأرنب متباطئة حتى جاوزت الوقت الذي كان يتغدى فيه الأسد ولما وصلت تقدمت إليه وحدها رويدا رويدا فغضب وقام من مكانه نحوها وقال من أنت وأين غدائي؟ قالت أنا رسول الوحوش إليك بعثتني ومعي أرنب لك فتبعني أسد في بعض تلك الطريق فأخذها مني وقال أنا أولى منه بهذه الأرض وما فيها من وحوش فقلت له إن هذا الأرنب غداء سيد الأسد أرسلتني به الوحوش إليه فلا تغضبنه فشتمك وانتزع الأرنب مني فأقبلت مسرعة لأخبرك فقال الأسد انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد فاتجهت الأرنب إلى جب عميق فيه ماء صاف وقالت هذا مكانه وهو فيه فانحن الأسد فرأى ظله وظل الأرنب في الماء فلم يشك في قولها ووثب إليه ليقاتله فغرق في الجب وانطلقت الأرنب إلى الوحوش تعلمهن بخبره أكتشف أولاً حصل اتفاق بين الأسد وبقية الحيوانات أذكر فيما تمثل هذا الاتفاق مستدلاً بشواهد من النص الإجابة الاتفاق الذي حصل بين الأسد وبقية الحيوانات هو أن تتولى الحيوانات بأنفسها تأمين غداء الأسد وذلك ببعث وليمة يومية له الشواهد الدالة على ذلك فاجتمعت وأتت إلى الأسد فقالت له إنك لتصيب من الدابة بعد الجهد والتعب ولقد رأينا لك أمراً فيه صلاح لك وأمن لنا فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك مع رسول في وقت غدائك فرضي الأسد بذلك وصالح الوحوش التي وفت بما وعدت أعمق فهمي ثانياً أشرح ألف أعوذ العبارة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه إنك لتصيب من الدابة بعد الجهد والتعب أنا أولى منه بهذه الأرض وما فيها من وحوش الإجابة إنك لتصيد من الدابة بعد الجهد والتعب أنا أحق منه بهذه الأرض وما فيها من وحوش باء أبحث في المعجم عن معنى جاوزت بالرجوع إلى جيم واو زاي الإجابة جيم واو زاي فعل رباعي لازم متعد بحرف جاوزت أجاوز جاوز مصدره مجاوز نقول تجاوز الشيء أي تعداه أحلل ثالثاً أنقل ما يأتي وأربط بسهم الأرنب ساعدت عرقلت الأسد الحيوانات الإجابة الأرنب ساعدت الحيوانات الأرنب عرقلت الأسد رابعاً أقرأ النص وأسجل الأعمال التي قام بها الأرنب الإجابة طلبت الأرنب من الوحوش أن تعطيها فرصة كي تخلصها من جبروت الأسد ذهبت الأرنب إلى الأسد اقتربت الأرنب من الأسد قصت الأرنب على الأسد حيلتها ذهب الأرنب صحبة الأسد لتريه موضع الأسد الآخر نجاح الأرنب في تطبيق حيلتها على الأسد عودة الأرنب إلى الوحوش تخبرهن بفوزها خامساً أحرر نصاً انطلاقاً من الأعمال التي سجلتها الإجابة كان هناك أسد يعيش في الغابة تهابه جميع الحيوانات لجبروته وفي يوم من الأيام اتفقت جميع الحيوانات على أن يكون للأسد وليمة تختار له من بينهم عن طريق القرعة ومن سوء حظ الأرنب فقد حان دورها اليوم وستكون غداءاً لسيدها شأنها شأن بقية الحيوانات لكن لم يرضها هذا وراحت تقاطب نفسها قائلة ويحكي يا نفسي أيعقل أن يكون مصير جميع حيوانات الغابة واحد أين حيلتك؟ فقطعت وعداً بأن تبذل قصارى جهدها على أن تجد الحل ثم عادت إلى جحرها فقبعت فيه تفكر في حيلة توقع الأسد وتنقذ بقية الحيوانات من براثنه وأخيراً اهتت إلى فكرة فسارعت إلى تنفيذها بعد أن أخذت إذن الوحوش وتوجهت مباشرة نحو عرين الأسد بعد أن فوتت فيه وقت الغداء وادعت أن أسداً آخر قد افتك منها وليمته وادع بأنه هو سيد الغابة ولا يوجد من هو أحق بها منه فاقتنع الأسد بكلام الأرناب وتبعها إلى حيث يوجد هذا الأسد وهو يشعر بالفخر وما إن دلته على جب عميق رأى فيه ذله وظل الأرناب عند من حنى فانقذ عليه دون أن يشك في كلام الأرناب زاعماً ما قالته صحيحاً فغرق في الماء وانتصرت الأرناب تلك هي يا أصدقائي عاقبة الغرور والجبروت أبدي رأيي سادساً تمكنت الأرناب رغم صغر سنها من الإيقاع بالأسد ماذا تستنتج من ذلك؟ الإجابة أستنتج من هذا أن العزيمة وتحكيم العقل كافيين للإطاحة وهزيمة أي جبروت مهما كان فارق الحجم والقوة فقط بالإصرار والإرادة تدرك الأمان سابعاً هل شاركت الحيوانات في التخلص من الأسد؟ أبدي رأيي في ذلك الإجابة نعم أنا أرى أن للحيوانات دوراً في التخلص من الأسد فلولا إعطاؤها فرصة للأرناب لتطبيق حيلتها لما تمكنوا من الخلاص منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر